خلينا نتكلم بقى شوية عن ألباتشينو نفسه تفضل إيه ألباتشينو؟ مين ألباتشينو؟ ابتدت منين مع ألباتشينو؟ ألباتشينو هو ألباتشينو ابتدت منين؟ يعني مين اللي صنع ألباتشينو؟ كانت إيه النقط اللي حدرتك حابب تزهرها في كتبك عن ألباتشينو؟ أنا أتفاجئت بيها أصلاً وأنا بقى في رحلة البحث يعني كمان أنا ما كنتش مدركة أو ما كنتش عارفها قوي قبل ما بيدي خصوصا علاقته بوالده بوالده اه ده لقد نقطة مهمة في حياته دي علاقة جوهرية وأساسية والغريب أنه هو حتى في أفلامه عبر عن الكلام ده وتكلم عنه يعني ما أنا هقول لحضرتك من أسبوع كده كنت بعيد الفرجة على فيلم And Justice for All العدالة الجميع ده هو عمله سنة ستة وسبعين أنا اتفجئت مثلا أول مرة أخد بالي من أن فيه مشهد هو مع علي ستراسبرج اللي هو المفروض بيقوم بدور جده في الفيلم هو قاعد معه بيحكيله بيقوله والدك حيبقى فخور بيك وانت بقيت محامي شاطر ومش عارف ايه والدك أكيد فخور بيك قال له سيبك منه قال له لأ قال له لأ أنت اللي ربيتني وانت اللي أنا عشت معاك وانت اللي أنا حبيتك وانت اللي أنا عرفه فده المشهد ده بالزبط حصل حلقته بوالده بالزبط حصل مع البتشينو وهو جده هو اللي رباه هو وجدته لأمه ووالده اختفى تماما من حياته وهو عنده سنتين في الأول بسبب الحرب العالمية التانية هو البتشينو موليد أربعين والده سافر للحرب العالمية التانية اتنين واربعين وبعدها كمل تعليمه وهو في الجيش ورجع من من الحرب على كاليفورنيا مش على نيويورك اللي هي عايش فيها ابنه واختفى تماما هو في حواراته كتير يتكلم يقول أنا ما معرفش عنه حاجة والده لما توفى في 2001 البتشينو ما أصدرش بيان ما قالش معلومة ما تلقاش عزا يا ده معناك تتلقى يعني تجذب أي حد بيحب البتشينو أو تجذب أي حد عايز يكتب عن البتشينو لأنها واضح أنها أكيد كانت علامة مؤثرة جدا في حياتي جدا جدا لأقصى درجة يعني ومن الحاجات اللي أنا حتى حرصت أن أنا بقى أبرزها في الكتاب فكرة أنه هو ميشي على خطوات والده بقى ستيك سبحان الله على عكس يعني كل اللي والده كان بيعمله في حياته هو ما عملوش لدرجة أنه هو مثلا والده تجوز خمس مرات هو كان شخص بالمناسبة كان وسيم جدا وفي صور له موجودة في الكتاب ووجودهم مع بعض وكان مرح ودمه خفيف وكل اللي عارفوه كانوا منبهرين جدا بشخصيته بس الوحيد اللي ما استمتعش بهذه الشخصية هو البتشينو هو ابنه لكن أولاده الثلاثة الرابع لسه مولود حديثا أولاده الثلاثة ما انفصلش عنهم لحظة ملتصقين به منهم حتى بنته الكبيرة مخرجة أفلام قصيرة وأفلام تسجيلية وفازت بجائزة في مهرجان برلين من حوالي سنتين ثلاثة وكانت معاه في الستوديو لحظة بلحظة بنته التانية هو عنده بنت من زوجة الأولانية مش زوجة علاقته الأولانية وتوأم من زوجة تانية بيفرلي دانجلو دي ممثلة التوأم حتى يعني لا ينفصل عنهم تماء نهائيا يعني في أوسكار عشرين عشرين له صورة مهمة جدا هو كان الديت بتاعه يومها كان بنته التانية فهو فضل طول عمره على عكس كل اللي اتعامل معاه أو كل اللي كان ما بينه وما بين والده هو عمل عكسه تماما زي كأنه بيعوض بقى كل اللي مر بيه من وحش من تأثير ماس بيعوضوا بقى مع ولاده أهم محطاته اللي حررتك ذكرتها في كتابك أهم المحطات الفنية لو قلنا اللي حررتك ذكرتها في كتابك ولو حررتك كمان تطرقت إلى أجزاء إنسانية وحررتك بتعتبرها واحدة من أهم محطاته اللي كونته فنيا وإنسانيا كمان في الكتاب يريد تذكرها لنا هو فيه محطتين رئيسيتين في حياة الباتشينو فنيا وإنسانيا المحطة الأولانية دي المبكرة جدا كانت لقاءه مع شارلي لوتون ده مخرج وممثل أمريكي مشهور وكان مدرب تمثيل وكان المدرس بتاعه في مدرسة التمثيل العليا أنا أعتقد أنه وجد في تشارلي لوتون تعويض عن والده لأنه من ساعة ما تعرف عليه التصق به تماما وتشارلي لوتون لعب دور ضخم جدا في حياة الباتشينو لأنه هو أول من عرفه على كتابات شيكسبير أول من عرفه على طريق العمل في المسرح وكان بيشارك معاه أحيانا في عروض اللي كانوا بيعملوها في الأهاوي وفي المسارح الصغيرة في برونيكس في نيويورك المحطة التانية اللي فرقت معاه فرق ضخم جدا لقاءه مع فرانسيس فورد كوبول وإصرار كوبولة على الباتشينو في دور مايكل كولوريوني في جاد فازر شركة الإنتاج كانت رفضة تماما الباتشينو في دور مايكل كولوريوني وعملوا حاجات مستحيلة عشان يستبعدوه كوبولة مش هعمل الفيلم غير بالولد ده مش عايز غير هو من ساعة ما شافه في مصرحية في نيويورك شاف مايكل كولوريوني وأصر عليه إصرار تام يقولوله ده القزم يقولوله ده يعني قالوا عليه حاجات كتير جدا شركة الإنتاج هو مصر تماما وفي اختبارات الأداء اختار له مشاهد اللي هي في البدايات الأولى في الفيلم ما عجبهمش فراح مصور أهم مشهد تقريبا في فيلم جاد فازر اللي هو المشهد اللي هو فيه بيتطوع بيتطوع إن هو حيقتل الاتنين اللي حاولوا يقتلوا أبوه أي ده تقضر ده يعني حاجة عبقرية ده المشهد ده المفترض فيه إن هو مايكل كولوريوني بيودع مرحلة البراءة الكاملة والبطل الحرب اللي راجع والشخص المهزب البطيف المتعلم اللي في العائلة للشخص القاتل بيمسك مسدس وبيقتل أول مرة يعني لو شفنا المشهد ده نظرة عين ألباتشينو بتبدأ تظهر بفيها بقى الصرامة والقوة والإصرار والعنف والدماء كل انقلاب تام حتى هو ده كوبولا وألباتشينو اتكلموا كتير عن المشهد ده باعتباره إن ده الماستر سين لألباتشينو أوكي